بعد تشكيل اللجنة الوزارية لدعم صمود أبطال الجيش الوطني في الدفاع عن محافظة مأرب بدأت اللجنة الوزارية أعمالها مباشرة من العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الداخلية اللواركون إبراهيم حيدان ودشنت أول أعمالها بإطلاق حملتها الإعلامية الواسعة وتسيير قوافل الدعم المختلفة وتنظيم عملية الدعم والتبرع بالتنسيق مع البنوك وفتح الحسابات البنكية لاستقبال تبرعات المواطنين وخلال أيام قليلة نجحت اللجنة من تفعيل عملية الإغاثة والدعم لصمود محافظة مأرب لكسر همجية ميليش الحوثي ومشروعها الفارسي فكانت قوافل الدعم متجهة من مختلف المحافظات تتقدمها محافظة حضر موت وشبوه وأبيا ولحج وتوسعت فكرة تقديم الدعم للمرابطين في مأرب إلى جميع محافظات الجمهورية اليمنية الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب كانت حاضرة في المشهد حيث سيرت قافلة غذائية متنوعة لأبطال الجيش والمقاومة في جبهة العالم وهي واحدة من عشرات القوافل التي تسيرها الهيئة الشعبية لدعم المرابطين في جبهات العزة والكرامة من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ مطلع الشهر أغسطس الماضي أمانة العاصمة صنعا سجلت موقفا بطوليا آخر فسيرت قافلة من الدعم الغذائي والمالي للمرابطين في جبهات الصمود في مأرب وحضرت قيادة الأمانة إلى جبهات القتال مقدمة دعما معنويا كبيرا ومعبرة عن عظم الدور الذي يقوم به أبطال الجمهورية في وجه ميليشيا إيران أبناء الساحل الغربي لم يفتهم الموقف وكان لهم حضور بارز حين وصلت قافلتهم الإغاثية لدعم الصمود في مأرب في صورة تبرز حجم الترابط بين اليمنيين وحدية المصير المشترك وكيف ينعكس الانتصار والصمود في مأرب على جميع المعارك والجبهات المهرة أيضا أكملت جميع تجهيزات قافلتها الإغاثية لدعم الصمود في مأرب وأصبح انطلاق القافلة وشيكا بعد إكمال بعض الترتيبات المرافقة للقافلة التي تضيف صورة أخرى من صور التآذر والتلاحم بين أبناء اليمن في مشروع الدفاع عن الجمهورية وكسر مشروع إيران وميليشياتها في اليمن اشتركوا في القناة